في البداية دكتور بدر أحد الأرقام الهامة والهامة جدا التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه في افتتاح البرلمان رقم 550 مليار درهم أكثر من 50 مليار دولار سيتم تعبئتها ما بين 2022 و 2026 في تعاقد ما بين القطاع العام والبنكي والخاص في مشروع استثماري طموح يهدف إلى خلق نصف مليون فرصة عمل ماذا يعني هذا الرقم؟ وأين يمكن أن نرى تنزيلاتها على أرض الواقع؟ أكيد هو رقم ضخم ورقم واعد ورقم يعكس حجم طموح المملكة المغربية الراغبة في التأسيس لإقلاء اقتصادي حقيقي والقطع مع كل مكان يسيم بالسلبة لمشهد الاقتصادي والاجتماعي في المغرب والانطلاق من حيث يجب الانطلاق من خلق مناصب الشغل ومن توفير رؤوس أموال ومن خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص أدن أن المرحلة السالفة كانت خاصة العقدين الأخيرين كانت مرحلة تجارب حاولت من خلالها أو حاولت من خلال الفاعل العمومي أن ينشئ علاقة شراكة مع القطاع الخاص وأتمرت مجموعة من المشاريع في مقدمة مشروع تنجر المتوسط مركب لميناء التنجر المتوسط هذا المركب لميناء الناجح وهذا المشروع الناجح وأظن على نهج ومنوال هذا المشروع اليوم المملكة المغربية تطمح إلى خلق مجموعة من المشاريع يعني استنصار هذه التجربة الناجحة من خلال تأسيس لشراكة حقيقية وجلب رأس مال والخبرة لأننا حين نتحدث عن رأس مال الأجنبي أو رأس مال الخاص هذا يعني أننا نتوقف عند رأس مال بتجسيده المالي والمادي فقط بل نحن أيضا نستورد مع خبرات فمثلا حين أنشئ المركب الميناء التنجر المتوسط وجاء الخواص الأجانب للاستثمار فيه لم يأتوا فقط برؤوس الأموال بل أيضا بالخبرات بالمعرفة وبالتالي كان لهم عكاس إيجابي على أداء مجموعة من القطاعات المرتبطة بهذا المشروع هذا ينطبق على المناطق الحرة التي لديها شركات ألمانية وأخرى سويسرية وأخرى فرنسية وأسبانية التي تأتي وتكون حتى المكونين داخل المملكة اليوم ليس الورش الميناء فقط والمفتوح بل هناك مجموعة من الأوراش هناك ورش حمال اجتماعية ورش تهيل البنية الصحية البنية التعليمية الطرق الصناعات المستقبلية مهن المستقبل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي سبق ونأشر إليها الميتاق الجديد للاستثمار يعني هناك رسم لخارطة طريق من أين سوف يمر المغرب أين سوف يستثمر وماذا يريد من هنا إلى أفق 2030-2035 اشتركوا في القناة